الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمحاضرة اليوم في تفسير الآيتين رقم 35 و36 من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قرأ حمزة فأزالهما من الإزالة وهي التنحية والصرف أي عما كان فيه من النعيم والكرامة ويكون الضمير في قوله عنها للجنة وقرأ الباقون فأزلهما من الزلل وهو الخطأ أي أوقعهما في الزلة ويكون الضمير في عنها للشجرة أي فحملهم الشيطان على الزلة بسببها وعن هذه مثلها في قوله تعالى وما فعلته عن أمري وكما في قوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ويحتمل أن تكون من زل عن المكان إذا تنح عنه فيتحد المعنى مع القراءة الأولى ويكون الضمير للجنة والمعنى فأزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهما كما تقول زل عن مرتبته وزل عني ذاك إذا ذهب عنك ومناسبة الآية أننا لازلنا في قصة آدم عليه السلام أما ما فيها من لغويات فالسكن من السكون لأنها نوع من اللبث والاستقرار وقوله أنت تأكيد للضمير المستكن في أسكن ليصح العطف عليه ورغد وصف للمصدر أي أكلا رغدا واسعا رافها والإباء الامتناع مع الألفة والتمكن من الفعل والاستكبار التكبر وهو مما جاء فيه استفعل بمعنى تفعل وقيل التكبر أن يرى الشخص نفسه أكبر من غيره وهو مذموم وإن كان أكبر في الواقع والاستكبار طلب ذلك بالتشبع والرغد بفتح الغين وقرأ النخعي بسكونها الهنيء الذي لا عناء فيه أو الواسع يقال رغد عيش القوم ورغد بكسر الغين وضمها كانوا في رزق واسع كثير وأرغد القوم أخصبوا وصاروا في رغد من العيش والمتاع البلغة مأخوذ من متع النهار إذا ارتفع ويطلق على الانتفاع الممتد وقته ولا يختص بالحقير والحين مقدار من الزمان قصيرا أو طويلا والمراد هنا إلى وقت الموت وهو القيامة الصغرى وقيل إلى يوم القيامة الكبرى وعليه تجعل السكنة في القبر تمتعا في الأرض وحيث للمكان المبهم أي أي مكان من الجنة شئتما الآثار الوردة في الآيتين أخرج أحمد والبخاري في تاريخه والبزار والبيهقي في الشعب عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول قال آدم قلت يا رسول الله ونبي كان قال نعم نبي مكلم قلت كم كان المرسلون يا رسول الله قال ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطبراني وأبو الشيخ في العظمة وابن مردوية وغيرهم عن أبي ذر بنحوه وأخرج أحمد وابن المنذر والطبراني وابن مردوية عن أبي أمامة أن أبا ذر قال يا نبي الله أي الأنبياء كان أول قال آدم قال أو نبي كان آدم قال نعم نبي مكلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم قال له يا آدم قبلا يعني عيانا سمعه بلا واسطة فقال أسكن أنت وزوجك الجنة قال قلت يا رسول الله كم وفى عدة الأنبياء قال مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيرا وأخرج ابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والحاتم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا قال فذكر نحوه وهذا الحديث له روايات عدة ومنه روايات مطولة جدا وهو لا يثبت بطوله ولا يصح منه إلا الشاهد معنا هاهنا وأما باقيه فلا وقد فصلت القول في موسوعة فضائل سور وآيات القرآن والتفرقة بين الرسول والنبي لا تسلم ولا مجال هنا للتفصيل في هذه المسألة وقد تعرضت لها في كتاب الإسلام ونبي الإسلام فليراجعه من شاء وروا السدي بأسانيده قال أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها ما أنت قالت امرأة قال ولم خلقت قالت تسكن إلي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم قال حواء قالوا ولم حواء قال إنها خلقت من شيء حي فقال الله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما وعن مجاهد قال نام آدم فخلقت حواء من قصيراه فاستيقظ فرآها فقال من أنت فقالت أنا أسى يعني امرأة بالسريانية وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع رأسه وإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته تركته وفيه عوج فاستوصوا بالنساء خيرا وعن ابن عباس قال إنما سميت حواء لأنها أم كل حي وعن ابن عباس قال إنما سميت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرأة وسميت حواء لأنها أم كل حي وعن عطاء قال لما سجدت الملائكة لآدم نفر إبليس نفرة ثم ول هاربا وهو يلتفت أحيانا ينظر هل عصى ربه أحد غيره فعصمهم الله ثم قال الله لآدم قم يا آدم فسلم عليهم فقام فسلم عليهم ورد عليه ثم عرض الأسماء على الملائكة فقال الله لملائكته زعمتم أنكم أعلموا منه أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك إن العلم منك ولك ولا علم لنا إلا ما علمتنا فلما أقر بذلك قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فقال آدم هذه ناقة جمل بقرة نعجة شات فرس وهو من خلق ربي فكل شيء سم آدم فهو اسمه إلى يوم القيامة وجعل يدعو كل شيء باسمه حين يمر بين يديه حتى بقي الحمار وهو آخر شيء مر عليه فجاء الحمار من وراء ظهره فدعا آدم أقبل يا حمار فعلمت الملائكة أنه أكرم على الله وأعلم منهم ثم قال له ربه يا آدم ادخل الجنة تحيا وتكرم فدخل الجنة فنهاه عن الشجرة قبل أن يخلق حواء فكان آدم لا يستأنس إلى خلق في الجنة ولا يسكن إليه ولم يكن في الجنة شيء يشبهه فألقى الله عليه النوم وهو أول نوم من كان فانتزعت من ضلعه الصغرى من جانبه الأيسر فخلقت حواء منه فلما استيقظ آدم جلس فنظر إلى حواء تشبهه من أحسن البشر ولكل امرأة فضل على الرجل بضلع وكان الله علم آدم اسم كل شيء فجاءته الملائكة فهنوه وسلموا عليه فقالوا يا آدم ما هذه قال هذه مرأة قيل له فما اسمها قال حواء فقيل له لما سميتها حواء قال لأنها خلقت من حي فنفخ بينهما من روح الله فما كان من شيء يتراحم الناس به فهو من فضل رحمتها وعن أشعث قال كانت حواء من نساء الجنة وكان الولد يرى في بطنها إذا حملت ذكر أم أنثى من صفاتها وعن إبراهيم النخعي قال لما خلق الله آدم وخلق له زوجه بعث إليه ملكا وأمره بالجماع ففعل فلما فرغ قالت له حواء يا آدم هذا طيب زدنا منه أما قوله تعالى وكل منها رغدا عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال الرغد الهنيئ وعن ابن عباس قال الرغد سعة العيش وعن مجاهد في قوله وكل منها رغدا حيث شئتما قال لا حساب عليكم وعن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام هي الكرم وعن ابن مسعود مثله وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي ومحمد بن قيس وعن جعدة ابن هبيرة قال الشجرة التي افتتن بها آدم الكرم وجعلت فتنة لولده من بعده والتي أكل منها آدم العنب وقال السدي بأسانيده ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم وتزعم يهود أنها الحنطة وعن ابن عباس قال الشجرة التي نهى الله عنها آدم السنبلة وفي لفظ البر وعن أبي مالك الغفاري في قوله ولا تقرب هذه الشجرة قال هي السنبلة وعن رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم فكتب إليه أبو الجلد سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة وكذلك فسره الحسن البصري وهب بن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن ديثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر ألين من الزبد وأحلى من العسل وعن أبي مالك ولا تقرب هذه الشجرة قال النخلة وعن مجاهد ولا تقرب هذه الشجرة قال تينه وبه قال قتادة وابن جريج وعن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال هي الأترج وعن شعي بن الجبائي قال كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته شبه البر تسمى الرعه وكان لباسهم النور وعن أبي العالية قال كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث وعن وهب بن منبه قال لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض وكان له ثمر تأكله الملائكة لخلدهم وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته وعن قتادة في قوله ولا تقرب هذه الشجرة قال ابتلى الله آدم كما ابتلى الملائكة قبله وكل شيء خلق مبتلى ولم يدع الله شيئا من خلقه إلا ابتلاه بالطاعة فما زال البلاء بآدم حتى وقع فيما نهي عنه وعن قتادة قال ابتلى الله آدم فأسكنه الجنة يأكل منها رغدا حيث شاء ونهى عن شجرة واحدة أن يأكل منها وقدم إليه فيها فما زال به البلاء حتى وقع بما نهي عنه فبدت له سوأته عند ذلك وكان لا يراها فأهبط من الجنة وعن ابن عباس في قوله فأزل لهما قال فأغواهما وعن أعاصب بن بهدله فأزل لهما فنحاهما وعن الأعمش قال في قراءتنا في البقرة مكان فأزل لهما فوسوس وروى السدي بأسانيده قال لما قال الله لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة أراد إبليس أن يدخل عليهم الجنة فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير وهي كأحسن الدواب فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم فأدخلته في فمها فمرت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر فكلمه من فمها فلم يبال بكلامه فخرج إليه فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ وحلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين فأبى آدم أن يأكل منها فقعدت حواء فأكلت ثم قالت يا آدم كل فإني قد أكلت فلم يضر بي فلما أكل بدت لهما سوآتهما وطفق يقصفان عليهما من ورق الجنة وعن ابن عباس قال إن عدو الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أن تحمله حتى يدخل الجنة معها ويكلم آدم فكل الدواب أبى ذلك عليه حتى كلم الحية فقال لها أمنعك من ابن آدم فإنك في ذمتي إن أدخلتين الجنة فحملته بيننا بيني حتى دخلت به فكلمه من فيها وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها يقول ابن عباس فاقتلوها حيث وجدتموها أخفروا ذمة عدو الله فيها وعن ابن عباس قال قال الله لآدم يا آدم ما حملك على أن أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها قال يا رب زينته لي حواء قال فإني عاقبتها بأن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في كل شهر مرتين قال فرنت حواء وعند ذلك فقيل لها عليك الرنة وعلى بناتك وأخرج الدار قطني في الأفراد وابن عساكر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعث جبريل إلى حواء حين دميت فنادت ربها جاء مني دم لا أعرفه فناداها لأدمينك ودريتك ولا أجعلنه لك كفارة وطهورا وأخرج البخاري والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بن إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها وعلى عبد الرحمن بن زيد أن آدم ذكر محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أفضل ما فضل به علي بن صاحب البعير أن زوجته كانت عونا له على دينه وكانت زوجتي عونا لي على الخطيئة وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحج آدم وموسى فحج آدم موسى فقال موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله كل شيء واصطفاه برسالاته قال نعم قال فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق ولهذا الحديث روايات أخرى لا نطيل بذكرها وروا بن أبي حاتم عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدى منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناده الرحمن يا آدم مني تفر فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء ورواه أيضا بلفظ لما ذاق آدم من الشجرة مر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أثرارا مني قال بل حياء منك قال يا آدم أخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكننهم دار العاصين قال ابن كثير هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتاده وأبي بن كعب رضي الله عنه وروا الحاكم عن ابن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال ابن عباس قال خلق الله آدم من أديم الأرض يوم الجمعة بعد العصر فسماه آدم ثم عهد إليه فنسي فسماه الإنسان قال ابن عباس فتالله ما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى أهبط من الجنة إلى الأرض وعن سعيد بن جبير قال ما كان آدم عليه السلام في الجنة إلا مقدار ما بين الظهر والعصر وعن موسى بن عقبة قال مكث آدم في الجنة ربع النهار وذلك ساعتان ونصف وذلك مئتان وخمسون سنة فبكى على الجنة مئة سنة وعن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة ثلاثون ومئة سنة من أيام الدنيا وعن الربيع بن أنس فأخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة وعن أبي العالية قال خلق الله آدم يوم الجمعة وأدخله الجنة يوم الجمعة فجعله في جنات الفردوس أما قوله تعالى وقل نهبطوا فعن ابن عباس في قوله وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو قال آدم وحواء وإبليس والحية ولكم في الأرض مستقر قال القبور ومتاع إلى حين قال الحياة وعن مجاهد في قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال آدم والحية والشيطان وعن أبي صالح قال اهبطوا قال آدم وحواء والحية وعن قتادة قال اهبطوا يعني آدم وحواء وإبليس وأخرج ابن جريل عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات فقال خلقت هي والإنسان كل واحد منهما عدو لصاحبه إن رآها أفزعته وإن لدغته أوجعته فاقتلها حيث وجدتها وعن ابن مسعود في قوله ولكم في الأرض مستقر فوق الأرض ومستقر تحت الأرض قال ومتاع إلى حين حتى يصير إلى الجنة أو إلى النار وأخرج ابن عدي وابن عساكر في التاريخ بسند ضعيف عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آدم أهبط إلى الأرض ومعه السندان والكلبتان والمطرقة وأهبطت حواء بجدة وقال السدي قال الله اهبطوا منها جميعا فهبطوا فنزل آدم بالهند وأنزل معه بالحجر الأسود وبقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الهند من الطيب من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفا على الجنة حين أخرج منها وعن ابن عباس قال اهبط آدم من الجنة بدحناء أرض بالهند وعن ابن عباس قال اهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحناء بين مكة والطائف وعن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أطيب ريح الأرض الهند أهبط بها آدم فعلق ريحها من شجر الجنة وعن ابن عباس قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة فجاء في طلبها حتى أتى جمعا فازدلفت إليه حواء فلذلك سميت المزدلفة واجتمع بجمع فلذلك سميت جمعا وعن ابن عمر قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة وعن جابر بن عبد الله قال إن آدم لما أهبط إلى الأرض هبط بالهند وإن رأسه كان ينال السماء وإن الأرض شكت إلى ربها ثقل آدم فوضع الجبار تعالى يده على رأسه فانحط إلى سبعين ذراعا وهبط معه بالعجوة والأترنج والموز فلما أهبط قال ربي هذا العبد الذي جعلت بيني وبينه عداوة إن لم تعني عليه لا أقوى عليه قال لا يولد لك ولد إلا وكلت به ملكا قال ربي زدني قال أجاز السيئة بالسيئة وبالحسنة عشرة أمثالها إلى ما أزيد قال ربي زدني قال باب التوبة له مفتوح ما دام الروح في الجسد قال إبليس يا ربي هذا العبد الذي أكرمته إن لم تعني عليه لا أقوى عليه قال لا يولد له ولد إلا ولد لك ولد قال يا رب زدني قال تجري منه مجرى الدم وتتخذ في صدورهم بيوتا قال رب زدني قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعن عبد الله بن عمر قال لما أهبط الله آدم أهبطه بأرض الهناء ومعه غرس من شجر الجنة فغرسه بها وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض وكان يسمع كلام الملائكة فكان ذلك يهون عليه وحدته فغمز غمزه فتطأطأ إلى سبعين ذراعا فغمز غمزه فتطأطأ إلى سبعين ذراعا فأنزل الله إني منزل عليك بيتا يطاف حوله كما تطوف الملائكة حول عرشي ويصلى عنده كما تصلي الملائكة حول عرشي فأقبل نحو البيت فكان موضع كل قدم قرية وما بين قدميه مفازة حتى قدم مكة فدخل من باب الصفا وطاف بالبيت وصلى عنده ثم خرج إلى الشام فمات بها وعن الحسن البصري قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بديست بيسان من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبهان وعن عطاء بن أبي رباح قال هبط آدم بأرض الهند ومعه أعواد أربعة من أعواد الجنة وهي هذه التي تتطيب بها الناس وأنه حج هذا البيت على بقرة وقال رجع ابن أبي سلم أهبط آدم عليه السلام يداه إلى ركبتيه متأطئا رأسه وأهبط إبليس مشتبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء وعن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير وروا مسلم في صحيحه وغيره عن أبيه وغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وعن الحسن قال قال موسى يا ربي كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له فقال يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكرا لما صنعت إليه وفي نزول آدم وصورته وبكائه وما تعلمه من الصناعات وما كان معه من ثمار وآلات وما زرع وفي حجه البيت وما حصل له بعد نزوله روايات كثيرة أكثرها ضعيف أو من الإسرائيليات لا نطيل بذكرها وسوف نعرض لبعض منها إذا مررنا على آيات أخرى تتعلك بالقصة تكون أكثر التصاقا بها والله الموفق أقوال المفسرين في الآيتين يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيئا واسعا طيبا وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم إلى الجنة وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه لحما وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة يسكن إليها فلما كشف عنه السنة وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليها فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أو يقال إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة كما قال السدي في خبره وأما قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم وقد اختلف في هذه الشجرة ماهي على أقوال ستة وقد تزيد قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكل منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة وقد قيل كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به والله أعلم وكذلك رجح الإبهام فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره وهو الصواب وقوله تعالى فأزل لهم الشيطان عنها يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة فيكون معنى الكلام كما قال عاصم بن بهدله وهو ابن أب النجود فأزل لهما أي فنحاهما ويصح أن يكون عائدا على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتاده فأزل لهما أي من قبل الزلل فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزل لهم الشيطان عنها أي بسببها كما قال يؤفك عنه من أفك أي يصرف بسببه من هو مأفوك ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة فإن قلت كيف توصل إبليس إلى إزلالهما ووسوسته لهما بعدما قيل له فاخرج منها فإنك رجيم قلت يجوز أن يمنع دخولها على جهة التقريب والتكرمة كدخول الملائكة ولا يمنع أن يدخل على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء وقيل كان يدن من السماء فيكلمهما وقيل قام عند الباب فنادى ورؤي أنه أراد الدخول فمنعته الخزنة فدخل في فم الحية حتى دخلت به وهم لا يشعرون وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم هاهنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته قال ابن كثير وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف فهناك القصة أبسط منها هاهنا والله الموفق قلت ليس في الآية ذكر للحية حتى تكون مرادة في قوله بعضكم لبعض عدو فالضمير راجع لمن ذكر قبل وهم آدم وزوجه وإبليس وأما الحية فليست بالعدو الأوحد من الدواب لابن آدم بل هناك ما هو أخطر منها مع العلم بأن هناك حيات يحصل التعايش معها مع بعض بني آدم وبعضها غير سام ولا يضر قال ابن كثير وقد أورد القرطبي هاهنا أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك أجاد وأفاد قال فخر الدين الرازي اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه الأول إن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي قال الشاعر يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونزل فوز العابدي أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد قال ابن القاسم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم قال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها قال الآلوسي وكم أرقت هذه القصة جفونا وأراقت من العيون عيونا فإن إبليس كان مدة في دلال طاعته يختال في رداء مرافقته ثم صار إلى ما ترى وجرى ما به القلم جرى وكنا وليلا في صعود من الهوى فلما توافينا ثبت وزلتي المعنى الإجمالي ذكر سبحانه أنه امتن على آدم بإحلاله له ولزوجه حواء التي خلقها منه وله سكن الجنة وكانت مواصفاتها مختلفة عن جنات النعيم التي أعدها الله جزاء في الآخرة وأن يأكل منها أكلا رغدا هنيئا لا تعب فيه ولا مشقة من حيث شاء إلا من شجرة واحدة نهاهما عن الأكل منها ابتلاء واختبارا وأخبرهما إن أكل منها كان ظالمين مفرطين قد عصي ربهما فتحايل الشيطان لعنه الله حتى تمكن من الوسوسة لهما وأوقعهما في الخطأ والزلل بإغرائهما بالأكل من هذه الشجرة فكان ذلك سببا في خروجهما من الجنة وما كان فيه من النعيم وقضى الله تعالى عليهما وعلى إبليس بالهبوط إلى الأرض يستقرون فيها وينتفعون بمتاعها مع بقاء العداء بينهم إلى أن يأذن الله بالقيامة في وقت علمه عنده سبحانه ومن مسائل الآية أنه اختلف في الجنة التي أسكنها آدم أهي في السماء أم في الأرض فالأكثرون على الأول وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض فإن قيل فإذا كانت جنة آدم التي أسكنها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هناك طردا قدريا والقدري لا يخالف ولا يمانى فالجواب إن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة إنه دخل في فم الحية إلى الجنة وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما في الأرض وهما في السماء ذكرها الزمخشري وغيره والجنة في المشهور دار الثواب للمؤمنين يوم القيامة لأنها المتبادرة عند الإطلاق ولسبق ذكرها في السورة وفي ظواهر الآثار ما يدل عليه ومنها ما تقدم في الصحيح من محاجة آدم وموسى عليهم السلام فهي إذن في السماء حيث شاء الله تعالى منها وقال المخالفون لا نزاع في أنه تعالى خلق آدم في الأرض ولم يذكر في القصة أنه نقله إلى السماء ولو كان نقله إليها لكان أولى بالذكر ولأنه سبحانه قال في شأن تلك الجنة وأهلها لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وقال لا لغو فيها ولا تأثيم وقال وما هم منها بمخرجين وقد لغى إبليس فيها وكذب وأخرج منها آدم وحواء مع إدخالهما فيها على وجه السكنة ولأن جنة الخلد دار للنعيم وراحة وليست بدار تكليف وقد كلف آدم ألا يأكل من الشجرة ولأن إبليس كان من الكافرين وقد دخلها للوسوسة ولو كانت دار الخلد ما دخلها ولا كاد ولأنها محل تطهير فكيف يحسن أن يقع فيها العسيان والمخالفة ويحل بها غير المطهرين قلت وهناك استشكالات أخرى كثيرة منها وصفها في موضع الامتنان بأمر ضئيل وهو قوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى ومنها النصوص التي ذكرت أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأن فيها قصورا وأنهارا وحورا عينا وغير ذلك قال الآلوسي والتزام الجواب عن ذلك كله لا يخل عن تكلف والتزام ما لا يلزم وقيل كانت في السماء وليست دار الثواب بل هي جنة الخلد وقيل كانت غيرهما ويرد ذلك أنه لم يصح أن في السماء بساتين غير بساتين الجنة المعروفة واحتمال أنها خلقت إذاك ثم اضمحلت مما لا يقدم عليه منصف وقيل الكل ممكن والله تعالى على ما يشاء قدير والأدلة متعارضة فالأحوط والأسلم هو الكف عن تعيينها والقطع به قلت لا يمتنع أن تكون أصل الجنة ثم أنشأ الله فيها ما أنشأ وغير فيها ما غير وزينها لعباده المؤمنين وذلك كله بعد خروج آدم منها فتلتأم النصوص جميعها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك